السؤال الثاني بيقول أنا كنت أقرب واحدة لإخواتي وولدهم من رجالة بس أختي بعدتهم عني بالكد لأنها كانت بعيدة عنهم وهم دلوقتي مش بيعرفوني أصلا وأنا حاولت كتير جدا أقرب منهم بس هما بعدوا بيقولوا عني أوحش كلام أعمل إيه؟ أنا بادعي على أختكي أنا بادعي على أخت كتير أولاً اللي حصل ده هو دوت النتيجة الطبيعية اللي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم منع من الغيبة والنميمة هو دوت اللي بيمشي بين الناس بالإفساد والعزو بالله على تصديق كلامك أن أختك هي اللي أفسادت العلاقة بينك وبين إخواتك بس أنا أحاسس شوية أني مش أختك بس اللي أفسادت العلاقة بينك وبين إخواتك أنت بتقولي أنهم بيعدوا عنك وأن الكلام ده كان بالكدب يعني هي قالت لهم كلام كدب عشان يبعدوا عنك أنا موافق أني ده في بعض الأحيان بيقعوا من بين الإخوات لكن ده مش هيحصل غير لما يكون عند حضرتك شيء يساعد على ده فأنت بتسأليني أعمل إيه؟ حديث رسول الله سلم إذا إيه اللي حاصل؟ لما يلتقي هذا فيعرض وهي يلتقي هذا فيعرض لما الاتنين يلتقوا فإيه اللي حاصل؟ فقيرهما الذي يبدأ بالسلام يبقى إيه اللي يحصل؟ يبقى أنت تبدأي بالمسالمة تبدأي بالمسالمة إزاي؟ بمكالمة تكلميهم وتقولونهم تعالى نصف اللي بينا وأنا باعتذر لو أن أي حاجة خطأ حصلت معايا أنت ممكن ما تكونيش داريانة وأنت بتنتقديهم وأنت بتلوميهم وأنت بتقولي عليهم كلام سلبي أنهم قطعوا رحمهم وأنهم ناس بيصدقوا الكدب وأنهم اللي بيصدقوا الكدب يبقوا كدبين كل الكلام ده مؤذي وكل الكلام ده معناه أن أنت شاركتي في إفساد العلاقة بينك وبين إخواتك سيبك من فكرة أن أنت تدعي على أختك ادعي أن ربنا سبحانه وتعالى يصلح ما بينك وبين إخواتك وبينك وبين أختك كمان اللي أنت بتقولي قالت عليكي كلام بالكدب أنت عايزة تسأليني أعمل إيه؟ وإنت بدلا أن تسألتيني بقلبك مليان نور ومليان طيبة روحي كلميهم كلميهم وقولهم تعالى نعد ونصف في أي حاجة وما فيش مانع لو كنت أنا تسببت في أي حاجة تعتذري ليه؟ هتقولي لي عشان أنا لم يحتاجهم؟ أبدا والله لا لأن أنا متوسم فيكي خير أن أنت الأكتر الأكتر إيه؟ محبة لرسول الله أنا مش بيقول لهم أنهم مش بيحبوا رسول الله لكن يا ستي مش أنت أكتر محبة لرسول الله حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما غضب من أحد إن قط فيما يخصه نفسه خالص حضرة النبي ما كانش بيغضب لنفسه وأظن نحن بنتكلم على حضرة النبي عالي المقام كامل الأنوار وإحنا في شهر الربيع شهر الأنوار وشهر بركة حضرة النبي فعملي كده وإنت في هذا الحال أن أنت بتمشي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى على طول كلميهم كلميهم وديري منهم حوار والحوار يكون عاقل وما فيش مانع أنهم يقولوا أنهم يزعني منك وما فيش مانع أنهم يقولوا أن في حاجات عملتها وهم ما فيهموها خطأ وهي اللي وساطتكم من ده ده ويتعمل الكلام ده ليه؟ لوجه الله سبحانه وتعالى يبقى أول حاجة تكلميهم تاني حاجة لو في حاجة أنت عملتها هتزري أنت كده بتنقذي نفسك من أنك تفضلي طول حياتك ما أطعى أخواتك يا سادة ده كلام يا سادة ده حوار مش هيكلفكم كتير لو فضلتم مصيرين على موقفكم دي حاجاتكم هي اللي أرضيها حاجاتكم أنتوا اللي هتتأزوا أنتوا اللي هتفضلوا بعيد ونفسكم الأمر بالسوق لما تقولك كرمتك وما تصبحش لحد أنه يدوس كرمتك فهي جي واحد الزريف يقولك إيه يا أخي وإيه يعني لما يدوسوا على كرمتك ده بيشعل النار مش بيطفيها لا ومين قال إن دي فيها كرامة إحنا اختلافنا في وجهات النظر وإيه اللي حاصل ولازم نعمل بقى بسنة رسول الله سلام التمس لأخيك سبعين عذران يبقى دي مش بقى فيهاش كرامة ده فيها إيه فيها أعذار وفيها اختلاف في وجهات نظر أقول لكم حدا تلت تربع مظالمنا اللي لينا عند الآخرين مالها عبارة عن اختلاف في وجهات نظر وعشان كده لو عملنا كده هتبقى الحياة أفضل من كده بكتير